اهلا بكم بتلعب الصدفة احيانا كتير دور مهم جدا في الكشف عن الاشياء الغريبة من حوالينا في بعض الاحيان بتكون في قصص مختلفة زي ان الطفاحة وقعت على راس نيوتين فاكتشف الجاذبية لكن في اوقات تانية بيكون عنصر من الحقيقة باين جدا في الموضوع وهي دي الحالة اللي كانت لاكتشاف اقدم اندماج لزوج من الكويزارات في الفجر الكوني بدأت القصة مع فريق دولي بيقودوا مجموعة من علماء الفلك في اليابان بالتحديد في جامعة ايهيمي بقيادة يوشيكي ماتسوكا واسناء فحصه اليدوي للصور مع فريقه لاحظ بقى حمرة خفتة جدا على الصور دي صورة التقطتها كاميرا هايبرس برايم على تولسكوب سوبارو بهواي الخوارزمية الالية اللي كانوا بيشتغلوا بيها لفحص الصور تجاهلت الصور دي المفروض بقى خلاص يعني انت الصور ومخنا احسن من الخوارزمية لكن حس الانسان البشري وفضوله الكبير قادوا لانه يدقق اكتر في الصور دي ماتسوكا شاف ان اكيد الصور الغريبة دي وراها حاجة وقرر يبدأ عملية فحص وبحث في الصور دي وعلشان يعمل فحص اكبر استخدم اداة تانية على تولسكوب سوبارو كاميرا الاكسام الخافتة ورسام الطيف ف او سي اي اس كمان استخدم مقياس الطيف للاشعة تحت الحمراء القريبة على تولسكوب مرصد الجوزاء الشمالي جيميني نورس وبعد الرصد والبحث في الصور الجديدة ظهرت المفاجأة الكبيرة اكتشف ماتسوكا وزميله زوج من النجوم الزائفة الكويزرات بتحصل لها عملية اندماج بعد اقل من مليار سنة من لحظة ولادة وخلق الكون اخبط اللايك الجميل وتابع معنا حلقة ممتعة وشيقة وجذابة هنتعرف فيها على حجر رشيد الفجر الكوني ونحل الغاز الكويزرات اسطع اجرام السماء ونشوف حدث اقدم اندماج مجاري بين اتنين من اضخم الكويزرات في الفجر الكوني الكويزرات يا جماعة او الاكسام شبيهة النجوم او النجوم الزائفة هي بمثابة سقوط سوداء هائلة الحجم بتنمو بسرعة كبيرة جدا في قلوب المجارات فائقة النشاط بتندفع جواها سيول الغاز حوالين قرص التراكم اللي موجود في السقب الاسود بتعلق هذه الصعب النشطة من الغاز في عنق الزجاجة الخاص بقرص التراكم الحلقة الساطعة اللي حضرتك شايفها حوالين السقب الاسود اللي بتكون في درجات حرارة عالية جدا قبل ما تسقط المواد دي في السقب الاسود بتنشأ هناك مجالات مغناطيسية اللي بتسير كتير من الجسيمات المشحونة وبتضضها بعيد عن السقب الاسود على شكل نفستين بينطلقوا بسرعات تقترب كثيرا من سرعة الضوء بتنتج العملية دي كميات هائلة من الضوء المتوهج نتيجة قوى الاحتكاج والجاذبية اللي بتأثر على السحابة الضخمة حوالين السقب الاسود النفستين دول مع قرص التراكم بيخلوا الكويزار شديد السطوع حتى لو سافر ضوء عبر مليارات السنين الضوئية وبتنبعث من الكويزارات دي إشاعات كهروماناتيسية ممكن نلاحظها في أطوال موجات الراديو والأشعة تحت الحمراء والأشعة العادية المرئية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السنية الكويزارات بيعتبرها العلماء كأدوات قياسية أساسية في كتير من الدراسات الفيزيائية الخاصة بعلم الكونيات شموع كونية عملاقة وعلامات بنعرف من خلالها ضروب وطرق المسارات الكونية على المسافات الكبيرة بيعتقد العلماء أن النجوم الزائفة اللي هي الكويزارات عبارة عن أجسام فلكية في المجرات الشابة الساطعة للغاية في الكون البعيد المبكر علماء الفلك في 17 يونيو الجاري 2024 رصدوا اتنين من الكويزارات اللي بتندمج قبل 900 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم نفس الزمن اللي بدأت فيه المجرات الأولى والنجوم البداية في التشكل وبكده يصبح الكويزارين دول أبعد وأول اندماج بيحصل تم رصده في حقبة الفجر الكودي عمليات اندماج المجرات في العصور المبكرة بتعمل على تخزية النجوم الزائفة اللي هي الكويزارات وبالنظر إلى أن كل مجرة كبيرة بتحتوي على ثقب أسود مركزي وحشي عملاق لما بتتصدم المجرات دي أكيد بالتأكيد حتندمج معها الثقوب السوداء الهائلة المركزية اندماج المجرات بيؤدي إلى عملية تركيز ضخم وهائل للمواد في مركز المجرة طبعا في الصور الحديثة من الكون تم رصد كتير من الأدلة على عمليات الاندماج في مراكز المجرات اللي بتحتوي على ثقبين أسودين فائقي الضخامة العلماء توقعوا على أنهم يكتشفوا كتير من الكويزارات اللي جم بعضها واللي ممكن تكون في عملية اندماج بسبب صغر حجم الكون في الزمن المبكر من خلال الاندماجات المجرية اللي هي سمة من سمات العصر ده لكن العلماء اتفجأوا أنهم ولغاية النهاردة ما اكتشفوش أي اندماج بين الكويزارات في الفجر الكوني لغاية ما تم الكشف الجديد اللي طال انتظاره تم رصد الكويزار المزدوج اللي تحت الرقمين اللي هيظهروا قدامك دلوقتي واللي بيشير ليهم العلماء بالرمزين سي وان و سي تو واللي تم رصدهم زي ما قلنا من شوية باستخدام تلسكوب سوبارو النظرية الأكثر صمودة حتى الآن في تفسير نشأة الكون هي نظرية الانفجار العظيم من 13 و 18 مليار السنة اتوسع الكون فجأة وفي السنين الأولى كانت الجسيمات اللي نشأت قريبة جدا من بعضها وعلشان كده كتير من العلماء بيفتكروا ان النجوم والمجرات في الكون المبكر قريبين جدا من بعضهم ومن ضمن ده الكويزارات استمرت فترة الفجر الكوني من 50 مليون سنة الى المليار الأولى من عمر الكون دي الفترة اللي بدأت فيها النجوم الأولى بالاشتعال وتحول الكون مما كان مظلم معتم الى كون شفاف بيمر من خلال فضائه انوار النجوم والمجرات كان تأثير الضوء الفوق بنفسيجي على الصحب الكونية المتكونة من الهايدروجين كبير وحاسم جرد الإشعاع الفوق بنفسيجي ده زرات الهايدروجين محايد العائم في الكون من إلكتروناته فيما يسمى بعملية التأيون بيعتقد العلماء ان ده حصل بعد 400 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم في عصر التأيون قدر الكون انه يشكل المزور السقيلة للهياكل الكونية العملاقة اللي بنشوفها في الوقت الحاضر في الفجر الكوني تعرفنا على الكويزارات تقريبا سجلنا منهم لغاية النهاردة 330 كويزار لكن عمرنا ما سجلنا ولا حدثة واحدة لاندماج اتنين من الكويزارات دهيت في الزمن ده بيقول يوشيكي ماتسوكا ان الاحصائيات اللي تمت للكويزارات في الفجر الكوني بتقولنا انها مهمة جدا في فهم عملية التقدم في عصر اعادة التأيون احد عصور الفجر الكوني ازاي حصلت العملية دي وازاي تكونت السقوب السوداء فائخت الكتلة في الزمن المبكر ده واللي سهمت بشكل كبير في ظهور الكويزارات الاجرام السماوية اللامعة في عصور الزلام بعد حوالي مليار سنة من لحظة الانفجار العظيم انتهى عصر اعادة التأيون واستقرت بنيت الكون على شكلها المستمر ولغاية النهاردة لما فحص ماتسوكا الصور ولقى مصدرين متشابهين في الصورة بيتصفوا بالحمرة الشديدة عرف علماء الفلك ان الانزياح الكبير ناحية اللون الاحمر بيحصل بسبب تمدد وتوسع الكون وعلشان كده العلماء اللي بيدرسوا الفجر الكوني دايما بيلفت انتباههم اي جرم فلكي بيميل للإحمرار كان على ماتسوكا وفريقه انهم يتأكدوا ان الجسمين اللي شايفينهم في الصورة جسمين منفصلين مش صورة لجسم واحد اصلا في بعض الاحيان بيكون في نص كده عدسة جاذبية بتحني نسي جزة مكان فبتباني المجرات البعيدة مرتين في الصورة بسبب الانحناء الشديد ده كمان النجوم والمجرات الامامية بتأثر وتصعب عملية الرصد وهنا حبيت اجاوب على سؤال احد المتابعين وتحديدا من الاخ اسماعيل الاشوال اللي سألني في التعليقات سؤال بيقول كيف يستطيع تلسكوب جامس ويب ان يصور النجوم والمجرات البعيدة جدا جدا بالرغم من وجود مليارات المليارات من النجوم والكواكب بين تلك النجوم والمجرات وبين التلسكوب يعني يفترض ان تلك الاجرام السماوية تعيق الوصول الى الاجرام البعيدة وهنا هقول لك اللي استخدمه الفريق الياباني من تقنيات علشان نعرف مع بعض ازاي قدروا يفصلوا بين الاجرام البعيدة دي وبعضها البعض طبعا ممكن يستخدموا تقنيات معتمدة على فلات الخاصة بتعمل على تصفية الالوان المختلفة للضوء وبنقدر من خلال عمليات معالجة الصور اننا نفصل ضوء النجم البعيد عن بقية الاضواء التانية اللي موجودة قدامه في السك ومش كده وبس لما يكون الجسم بعيد جدا زي الاجرام الفلاكية اللي بنتكلم عنها النهاردة بنستخدم ادوات التحليل الطيفي علشان نحلل ضوء نجمه معين لمكوناته المختلفة وبنحدد الخيوط الطيفية الخاصة بضوء النجم ده عن باقي النجوم وبنفصلها بعد كده عن النجوم الامامية ومن ضمن الحاجات اللي بتخلينا نميز ضوء النجم عن بقية النجوم بس بنستخدمها مع النجوم الاقرب شوية علشان كده بيكون رصد النجوم البعيدة غاية في الصعوبة بل يكاد يكون مستحيل النجوم البعيدة صعبة الا لو كان عندنا تلسكوب قوي وبيصور مثلا كويزار عملاق في الفجر الكوني او انفجار سوبر نوفا ساطع بنعرف من خلال حركة النجم ده اننا نعمل بعض القياسات اللي بتخلينا نحدد موقعه في السماء وبكده نقدر نفصله عن بقية النجوم اللي حواليه او قدامه وقياسات ضوءهم مختلفة عنه كمان العلماء بيستخدموا الاطوال الموجية المختلفة التانية من الضوء زي الاشعة السينية والاشعة الفوق نفسجية والاشعة تحت الحمرة واللي بقيصهم بنعرف خصائص كتيرة للنجم بنقدر من خلالها نميزوا عن بقية النجوم لو حابين نعمل حلقات مش حلقة واحدة مفصلة عن القياسات اللي موجودة في الفضاء وازاي بنعرف بعض النجوم عننا بالتفصيل اكتبونا في التعليقات المهم الفريق الياباني وعلشان يعرف يعمل تحليل طيفي ويتأكد من الصورة استخدم كاميرا للأجسام الخافتة فوكاس اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة والمتركبة على تيليسكوب سوبارو كمان مقياس جيميني الطيفي للاشعة تحت الحمراء القريبة الجي ان اي ار اس واللي من خلاله قدر العلماء انهم يحللوا الضوء المنبعث من اندماج الكويزارين الى اطوال موجية محددة حسمت الموضوع واكدت عملية الاندماج ماتسوكا بيقول انهم تعلموا ان الكويزارات بالرغم من انها اسطع اجرام السماء الا انها لشدة بعدها عندنا في الفجر الكوني خافتة جدا ومن الصعب اكتشافها باستخدام الاشعة تحت الحمراء القريبة حتى لو استخدمنا اقوى تيليسكوبات الارض ضوء سافر في الكون مسافة 12.9 مليار سنة اتعرض لانزياح احمر شديد وامتد لاطوال موجية اطول مع توسع النسيج الكوني علشان كده الضوء القوي للكويزار اللي بدأ كاشعة سينية او فوق بنفسية انتهى بيه المطاف لغاية ما وصل المسافة دي كلها لغاية عندنا هنا على كوكب الارض ايه لا ضوء احمر باهت يدوب نشوفه باقوى عدستنا التليسكوبية الصورة اللي حضرتك شايفها قدامك دي اتصورت بكاميرا هايبر سوبرايم كام الكاميرا المثبتة على تليسكوب سوبارو واللي اظهرت زوج من النجوم الزائفة اثناء عملية اندماج واكتشف العلماء من الصور والاطياف والبيانات اللي حصلوا عليها على وطيرة متزايدة من تكوين النجوم المحيطة بالكويزار في المجرة فالكويزار سي وان بينتج 100 كتلة شمسية سنويا والكويزار سي تو بينتج 500 كتلة شمسية سنويا مقارنة بمجرتنا ضرب التبانة اللي بتنتج 10 كتل شمسية ضعف تكوين المجرات دي في الكون المبكر وده امر طبيعي بين مجرات العصر المبكر والمجرات الضخمة في العصر الحديث اللي بتنتج وتعمل وبتكون حجمها اكبر بكتير من مجرات الفجر الكوني السخبين الاسودين اللي حصل ما بينهم عملية اندماج انتقلوا لمسافة 40 ألف سنة ضوئية تقريبا 12 ألف فرصخ فلكي بالرغم من ان دي مسافة كبيرة جدا بالنسبة لنا تخيل صديق المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة اندماج بيحصل على مسافة 40 ألف سنة ضوئية وما للجسمين دول حجمهم قد ايه في الكون الفريق الياباني استخدم مصفوفة أتكامل مليمترية والي اكتشفت وجود جسر من الغاز بيمتد على المسافة دي ما بين سي 1 و سي 2 وبكده تأكد ان السخبين الاسودين متصلين ببعضهم بجسر كوني طويل من الغاز بيمتد على مسافة 40 ألف سنة ضوئية وجود سي 1 و سي 2 هو دليل قوي اخر على وجود مجرات وسقوب سهودة في الفجر الكوني نمت واتطورت بسرعة وشكلت أحجام وكتل هائلة غير متوقعة تخيل كتة السقب الاسود المقاسة دي وصلت لمئة مليون كتلة شمسية في حين ان السقب الاسود الضخم في قلب مجراتنا ضرب التبانة لا تتعدى كتلته الاربعة فاصل اثنين من عشر مليون كتلة شمسية اكتشاف الكويزار المزدوج ده بيوفر لنا فهم أفضل للكون المبكر وخاصة في عصر إعادة التأيون واختفاء الحاج بالكون العظيم حتكون فيه كتير من الاكتشافات في المستقبل القريب إن شاء الله من خلال المسح التراثي التاريخي لنسيق الزمكان من خلال استخدام مرصد فيرا روبين اللي حيبدأ عمله إن شاء الله منتصف العام القادم 2025 واللي بيستعد إنه يكتشف ملايين النجوم الزائفة الكويزارات أسطع أجرام السماء بقدرات تصويرية خارقة ما حصلتش قبل كده على أي تلسكوب تاني على وجه الأرض الكويزارين اللي شفنا صورهم من شوية شفناهم في الماضي على بعد 12.9 من 10 مليار سنة من النهاردة إيه اللي حصل لهم الوقت ده والغاية النهاردة الفريق بالتعاون مع فرق تانية عمل وعملية محكاة للسقبين الأسودين اللي موجودين زمان في عملية اندماج واللي أكيد الاندماج ده حيعمل أمواك جاسبية قوية ده المفروض هيخلي الكويزار أكثر سطوعاً ويزود بشكل مفرط عملية تكون النجوم في المجرة إلى أكتر من ألف كتلة شمسية في السنة الوحدة وده كله هيخلق واحدة من أكتر المجرات تطرفاً في الكون وإن المجرة المضيفة للكويزار ده ممكن تكون في المستقبل مجرة إهليجية ضخمة عملاقة زي مجرة ميسيي 87 اللي موجودة في قلب عنقود مجر ضخ شكراً لكم للمتابعة لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم بالضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا مستمرين ولو مش مشترك في القناة اشترك وتابع الحلقات اللي فاتت وفعل زر الجرس علشان تتابع معانا الحلقات اللي جاية وعلى وعد بلقاء جديد في إنفوسفير وله في معلوماتي رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة تحياتي محمد تايمسليم سلام عليكم اشتركوا في القناة